رابعة استعدادات الانطلاق وقعات الرأي البيضاء فتحت البوابات وانطلقت الجياد والأفراس المستوردة عمر أربع سنوات فأكثر مفتوح لجميع الدرجات في شوطنا الرابع من علامة 1800 متر وكما نشاهد في هذه اللحظات سمر فري من الخارج وكذلك المحاولات تأتي لبقية الجياد المشاركة في هذا الشوط في انطلاق سريع في شوطنا الرابع من علامة 1800 متر كذلك تحاول في المركز الأول في هذه اللحظات مع محاولات من سمر فري من الخارج ومن الوسط وشاهد بليفلو في محاولة أيضا للتقدم في هذه اللحظات مع محاولات لمحرر والتقدم ومحاولة التقدم في هذا الشوط الجياد وعدم أيضا التراجع في هذا الشوط ذا ديمرال أيضا المحاولة في هذه اللحظات لأخذ مركز متقدم في هذا الشوط التقدم يأتي من محرر الآن من الوسط في المركز الثالث في هذه اللحظات ولا زالت المقدمة وقيادة للجياد في هذه اللحظات لبيليفلو في المركز عفوا سمر فري في المركز الأول مع تقدم لمحرر المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم محرر في المركز الثاني وسمر فري في المركز الأول في محاولة أيضا للحفاظ على المركز الأول مع محاولات شاهدها لغودسبيز الآن في الدخول من الخارج في هذه اللحظات غودسبيز ما شاء الله تبارك الله دخول قوي للمركز الأول بكل قوة مع عبدالله العوفي والانتصار وزيادة أيضا النقاط في هذا الشوط لعبدالله العوفي وكذلك